تعد منشأة الجمرات من أبرز المشاريع في مشاعر ميناء إذ بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 4 مليارات و 200 مليون ريال سعودي وطاقته الاستيعابية لـ 300 ألف حاج في الساعة وتعد منشأة الجمرات من أبرز المشروعات التي حرصت القيادة السعودية على تنفيذها لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام والقضاء على أي مخاطر قد تحدث أثناء رمي ضيوف الرحمن للجمرات الثلاثة دراسة ميدانية لمنطقة الجمرات عمل عليها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحث الحج والعمرة نتج عنها هذه المنشأة العملاقة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة في عام 1422 تقريبا تم طرح فكرة تطوير جسر الجمرات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الأيام وفي هذه الأثناء كان عندهم خبراء ألمان شاركوهم في هذا المقترح بعد كده صار في تم عرض هذا المقترح على معهد خادم الحرمين الشريفين والجهاد ذات العلاقة وصار في لجنة تم عمل دراسة اللي هي دراسة المعايير التصميمية لمنطقة الجمرات حصلنا من خلالها على عدد كبير من المعايير من أهمها اتجاهات القدوم ومعدلات التدفق أزمنة الأزمنة المختلفة خصائص الحجاج الفكرة التصميمية لجسر الجمرات تهدف إلى تسهيل الرمي والحفاظ على سلامة الحجاج بتوزيعهم على مداخل ومخارج المبنى الذي يتكون من خمسة طوابق بارتفاع يصل إلى 12 مترا للدور الواحد طبعا كانت من أهم النقاط اللي اعتمدنا عليها إنها تفتيت الكتلة من خلال تعدد المداخل والمخارج الاستفادة من الطبغرافية المحيطة بالمنطقة وربطها ربط المنشأ بالجهات المختلفة من خلال الاستفادة منها كان فيه خبراء ألمان استشاريين ولكن منشأت جسر الجمرات الحالي الموجود ومنتج سعودي قامت به هذه اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وكانوا كلهم سعودي عدة جهات شاركت في تصميم الجسر البالغ طوله تسعمائة وخمسين مترا وعرضه ثمانين مترا وروعي في تصميمه أن تكون أساسياته قادرة على تحمل الزيادة المستقبلية للحجاج على امتداد 12 طابقا وبما يتجاوز 5 ملايين حاج